كشفت منظمات حقوقية إيرانية عن مقتل سادس معتقل تحت التعذيب ويدعى علي فولادي البالغ من العمر 26 عاما وكان فولادي قد تقل خلال الاحتجاجات الأخيرة وتم حجزه في مركز تابع للمخابرات الإيرانية إلى أن أبلغ الأمن ذوي القتيل بأنه توفي في المعتقل وأن بإمكانهم استلام جثته وأكد شقيق علي فولادي لوكالة تابعة لنشطاء حقوقيون في إيران أن أخيه لم يكن يعاني من أي مرض وكان في صحة تامة وقت اعتقاله يتي هذا فيما تشهد المدن الإيرانية استمرارا للاحتجاجات المناهضة للنظام الإيراني